السلام عليكم بزيك يا جماعة من الان شاء الله تكونوا بخير النهاردة معنا فيديو جديد ومعنا موبايل جديد من شركة شاومي وهو او تلاتاشر سي في فيديو النهاردة هنتكلم عن صراحة العيوب اللي ما عجبتنيش طبعا هنتكلم عن كل حاجة تخص الموبايل ولكن انا هتكلم عن الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل ساعات كتير جدا ببقى مبسوط ان انا مش بشتغل مع شركات او ما فيش شركة بتيجي تديني الموبايل علشان اقول رأيي في الموبايل وطبعا رأيي ده لازم يكون يرضي الشركة اللي بتديني الموبايل لكن بما ان انا بجيب الموبايل على حسابي فبقول رأيي بكل صراحة بدون تطبيل اي شركة في فيديو النهاردة هنتكلم عن بعض العيوب اللي فعلا صدمتني جدا لما جيت اجرب فيها الموبايل وطبعا يا ريت تكمل فيديو الاخر لو انت حابب تعرف ايه هي العيوب اللي ممكن تقابلها لو اشتريت الموبايل دوت وزي ما انا بقولها عطول العيوب او رأيي اللي انا بقوله ده رأيي الشخصي ممكن يكون رأيي واحد تاني يختلف معايا ولكن انا بقول رأيي بكل صراحة وفي الاخر الموضوع بيرجع عليك انت انت حابب انت تشتري الموبايل دي حاجة ترجع لك مش حابب فده برضو حاجة ترجع لك تعالوا بقى عشان ما اتقولش عليكم نعمل سريع للموبايل وبعد كده نشوف المواصفات الكاملة للموبايل وبعد كده نتكلم عن ايه مميزات الموبايل او ايه الحاجات اللي عجبتني في الموبايل وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش خالص في الموبايل يلا بينا نعمل انت بوكس بالنسبة لتصميم الموبايل فالموبايل جاي بتصميم بالكامل من البلاستيك زي ما انتم شايفين كده صراحة تصميم موبايل كويس جدا وبريميوم جدا واللي عجبني طبعا اللي الظهر الموبايل ما بيبصامش زي موبايلات كتير يعني الموبايل بيبقى صعب شوية ان هو يتوسخ او الحاجات دي ولكن في المجمل تصميم موبايل صراحة جميل فيه بروز شوية فيه الكاميرات ولكن ده طبعا بيتدلب الجراب ولكن اللي ما عجبنيش ان الموبايل ما بنزلش معاه جراب مع الكارتونة ودي صراحة حاجة مش واخدين عليها من شركة شاومي. لكن في المجمل تصميم موبايل صراحة حلو جدا وعجبني جدا وبريميوم جدا. وبالنسبة للشاشة فالموبايل جاي بشاشة بنطش في نص الشاشة والشاشة جاية من نوع بمساحة ستة واربعة وسبعين من مية انش بدقة سبعمية وعشرين في الف وستمائة بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات ميتين وستين بيكسل لكل انش مع دعم الشاشة للتحديث التسعين هرتز وده طبعا بيفيدك في والسكرول دا ومي بتلاقي الموضوع بيبقى اسلس كتير جدا من التحديث الستين هرتز لكن الشاشة النهاردة او السرتين سي او تلات تاشر سي جاي بمعدل تحديث الاحدث هو التسعين هرتز فهتلاقي الشاشة معك في السكرولينج هتبقى اكتر من اي شاشة تانية او اي موبايل انت ممكن تكون جربته قبل كده وبالنسبة الاصدارات الموبايل اللي اللي موبايل نازل بيها هو نازل بتلات اصدارات اول اصدار معانا وهو الاربعة جيجا رام مع زاكرة مية تمانية وعشرين جيجا اما الاصدار التاني فجاي برامات ستة جيجا رام مع زاكرة مية تمانية وعشرين والاصدار الاخير وهو التمانية جيجا رام مع زاكرة متين ستة وخمسين والجميل بقى اللي عجبني هنا في الموبايل ان الموبايل ينفع ان انت تزود له زاكرة الداخلية عن طريق مكان منفصل عن الشريحتين يعني ينفع ان انت تحط كارت المموري وكمان تحط الشريحتين يعني مش محتاج ابدا ان انت تستغنى عن اي شريحة من الاتنين علشان تحط الكارت المموري او تزود الزاكرة الداخلية ودي طبعا انا ميزة بحبها جدا مش عارف ليه بس انا عرفش بحب انا الميزة ديك جدا مش بحب ان انا استغنى عن شريحة من الاتنين عشان ازود الزاكرة الداخلية. وبالنسبة للاداء فالموبايل جاي معالج من نوع ميديا تيك هليو جي خمسة وتمانين بتقنية اتناشر نانو مع معالج رسومي من نوع مالي جي اتنين وخمسين المعالج ده كويس جدا هديك اداء محترم جدا في لعبة زي لعبة او يعني الموبايل هديك اداء كويس جدا في الالعاب مش هتلاقي فيه تقطيع مش هتلاقي فيه لكن طبعا هو مش افضل حاجة في هذا السعر ولكن هو هديك اداء مقبول جدا. وبالنسبة للكاميرات فالموبايل جاي بكاميرا امامية بدقة تمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف وجاي بكاميرا خلفية سلاسية. اول كاميرا معانا جاي بدقة خمسين ميجا بيكسل بفتحة عدسة ودي الكاميرا الاساسية. اما الكاميرا التانية فجاي بدقة اتنين ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف تو بوينت فور ودي الخاصة بتصوير الماكرو. اما الكاميرا التالتة جاي بدقة تمانية من مية ميجا بيكسل. ودي الخاصة بعمل العزل بورتريات. حيث الاما مكنش عايزين يحطوها وفي الاخر افتقروا ان يعني ان حطوها وخلاص ما عرفش ليه هم بيعملوا كده. وزي ما انتم شايفين ان الموبايل جاي بدون كاميرا للوايد انجل. يعني حطين كاميرا ضعيفة جدا للعزل. وكمان مستغنيين تماما عن الكاميرا بتاعة الوايد انجل. وبالنسبة لوسائل اماني في الموبايل فالموبايل جاي ببصمة مدمجة مع زرال باور زي ما انتم شايفين كده. البصمة سريعة جدا زي ما انتم شايفين. بتفتح بسرعة جدا مجرد ما بتحط اصبعك على البصمة. التليفون بيفتح بكل سهولة. مش بيتأخر ولا اي حاجة. فدي حاجة كويسة وكمان بيدعم خاصية الفيس قال لكم. وبالنسبة لنظام التشغيل فالموبايل جاي بنظام تشغيل اندوريد تلاتاشر بوجهة شاومي ميو اي فورتين. وبالنسبة لسماعات الموبايل فهو سماعات عادية خالص مش استيريو ولا حاجة. ولكن هنجربها برضه علشان نقدر نقيم صوت الموبايل ونشوفه هل فعلا صوته عالي مش عالي فيه او مفيش كل ده هنشوفه. طبعا منجرب زي ما انتم عارفين في القرآن. فتعالوا ما نشوف مع بعضينا كده. انت كروا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم والله يعلم زي ما تشوفتوا كده صوت الموبايل صراحة مش احسن حاجة. صوت الموبايل عادي يعني ولا هو عالي ولا هو واطي صوته متوصل جدا. لكن انا حبيت برضو لانا نقل لكم صوت الموبايل زي ما انا سامعه بالزبط. وزي ما انا بقعوره لكم كده في الفيديو. واخيرا وليس اخيرا البطارية. البطارية جاية بساعة خمس تلاف ميلي امبير بيدعم الشاحن السريع بقوة تمنتاشر واط ولكن الشاحن اللي جاي مع الموبايل بيشحن بقوة عشر واط. ودي حاجة طبعا انا ما عجبتنيش خالص وبيشحن بمدخل طايب سي مش يو اس بي. ده كده كل حاجة عن الموبايل نركن بقى الموبايل على جنب وبعد كده نشوف ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش في الموبايل. صراحة من الحاجات اللي ما عجبتنيش خالص في الموبايل اللي انا لسه اقيله من شوية ازاي انزل الموبايل بيشحن بقوة تمنتاشر واط وفي نفس الوقت مديني شاحن بقوة عشر واط. دي ما عجبتنيش خالص وكمان بروز الكاميرات قوي جدا او عالي جدا يعني بتبقى معرضة للخدش او الكسر بكل سهولة فالموضوع صراحة ما كانش احسن حاجة. ليه? علشان الشركة كمان مش منزلة جراب مع الموبايل في الكارتونة. فدي برضو حاجة ما عجبتنيش. يعني الشركة متياك شاحن بيشحن بقوة عشرة واط. مع ان التليفون بيشحن بقوة تمنتاشر واط بس منزل لك شاحن بقوة عشرة واط. التصميم في بروز كبير جدا في الكاميرات. وكمان مش منزل لك جراب مع الموبايل في الكارتونة. فدي حاجة صراحة ما عجبتنيش. بس كده لا كمان مستغنيين عن الكاميرا بتاعة او الخاصة بالتصوير الواسع. ودي طبعا حاجة مش عجباني خالص. متعارفة عن شركة شاومي ان هي بتهتم بالكاميرات جدا وكمان بتبقى منزلة في اقترية موبايلاتها الاربع كاميرات. الكاميرا الاساسية والكاميرا والكاميرات العز والكاميرات الميكرو. ما بتستغناش عن اي كاميرا. لكن في موبايل اللي معنا النهاردة مستغنية عن الكاميرا الوسع ودي حاجة صراحة برضو ما عجبتنيش. كده احنا اتكلمنا في كل حاجة تخص الموبايل لو انت حاقب تسأل عن سعر الموبايل او طرق تقسيط الموبايل عشان احنا عندنا طرق تقسيط مختلفة تبع شركات يعني ينفع انت تقصب بالبطاقة بس او ينفع عن طريق البنوك عن طريق فيزة المشتريات كل ده متاح عندنا في الفرق. فممكن تتواصل معنا عن طريق رقم الواتساب وببقى سايبه في الدسكريبشن تاح. فياريت تتواصل معنا وان شاء الله انا هرد عليكم بازن الله. ولو انت اول مرة اتفرج عليها يا ريت ما تنساش انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر رجال عشان تتابع كل جديد ينزع القناة اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.